موسيقى أهلا بكم التعاطي الدولي مع تفشي وباء كورونا كان فرصة مهمة للوقوف عند الكثير من التحولات التي قد تطرع على التحالفات والعلاقات بين الدول في المستقبل حيث غاب التنسيق الكامل بين دول الاتحاد الأوروبي مثلا في مساعدة الدولة الأكثر تضررا من هذا الوباء مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا التي اتهمت بدورها الاتحاد الأوروبي بخدانها وتركها وحيدة تصارع الموت ولم تجد من يمد لها يد المساعدة أي إيطاليا المساعدة الطبية في هذه المحنة سوى الصين وروسيا وكوبا كما تقول وإذا هذه التحولات والتغيرات في نمط العلاقات بين الدول بسبب جائحة كورونا بقيت القوى السياسية الطائفية في العراق رابطة مصيرها ومصير العراق بإيران التي تترنح جراء العقوبات الاقتصادية وتداعيات انتشار فيروس كورونا نمط العلاقات الدولية وتحولاتها بعد فيروس كورونا هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الأسئلة التالية هل فعلا لن يبقى نمط العلاقات والتحالفات الدولية كما هو عليه الآن بعد انتهاء وباء كورونا؟ ألم يعصف فباء كورونا بمنظومة العلاقات والتحالفات الدولية التقليدية القائمة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب؟ وهل ستتجه الدول بعد انجلاء جائحة كورونا إلى نمط من العلاقات والتحالفات قائمة على البعد الإنساني أكثر منها أيضوجي أو اقتصادي؟ ألم تكشف جائحة كورونا هشاشة ربط القوى الطائفية العراق قسريا ببلد مثل إيران خائر القوى الاقتصادية والطبية ضيوف الطاولة رافع الفلاحي ثامر العلواني قحطان الخفاجي من دون سابق انذار ولا مؤشرات جعل فيروس كورونا العالم يقف على قدم واحدة ونبه الدول إلى خطر داهم رصدت له كل الوسائل لإدارة معركة البشرية مع العالم الخفي عالم الفيروسات بدل خارطة التحالفات وقلب نظام الأحلاف دول كانت تكيد لأخرى عدوات تقليدية أصبحت اليوم في صف واحد الرأس مالي يتقرب من الاشتراكي والاشتراكي ينسلخ من صفه متقربا من الرأس مالي هكذا بدأت ملامح العالم بعد فيروس كورونا الذي يبدو أنه يؤسس لمرحلة جديدة تقلب النظام العالمي المحهود رأسا على عقب وعلى سبيل المثال للحصر إيطاليا المحصوبة على المعسكر الغربي تشكر الصين المحصوبة على معسكر الشيوعية بسبب بادرة مساعدات قدمتها الأخيرة لها لمواجهة هذا الفيروس كذلك سوربيا وجدت دولا أخرى ساعدتها في الأزمة أكثر قربا من دول الاتحاد الأوروبي بل إن هذه الأزمة أظهرت التفكك الحقيقي الذي يمر به هذا الاتحاد والتنافر بين دوله مواجهة خطر الفناء أبقى من المصالح السياسية بحسب تداعية كورونا الذي ضرب نحو 130 دولة وقتل ما يقارب 25 ألف إنسان من مجمل إصابات بلغت حتى الآن 600 ألف والعدد في تزايد بعد أن تفش بشكل كبير في أمريكا وجعلها في صدارة دول العالم حالها في الأزمة كحال خصمها الاقتصادي الصين بل أشد وبعد أن كسر فيروس كورونا قواعد الهيكلية السياسية الدولية أصاب الاقتصاد العالمي في مقتل وجعله على أبواب أزمة كبرى إنه خطر حقيقي استنفر جهود كل الدول إلا بعضها ما زالت تعطي التبعية شأنا أعظم من تداعيات هذا الخطر العراق مثال لاستمرار الارتماء في الحضن الإيراني رغم تحول إيران إلى بؤرة للفيروس في الشرق الأوسط وما زال أبناؤه يدفعون ثمن هذه التبعية التي يريدها ساسة المنظومة الحاكمة شاهدان في زمن واحد وأزمة واحدة دول كبرى غير الفيروس قواعدها السياسية وساسة العراق على ما يبدو حتى السم لو صدرته إيران لكان على قلوبهم أحلى من العسل أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي ستبحث في نمط العلاقات الدولية والتغير أو التحولات في التحالفات بين الدول القائمة بعد جائحة فيروس كورونا ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وسيكون معنا من العاصمة الأردنية عمان عبر سكايب الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين وسيكون معنا أيضا عبر سكايب أو ربما عبر الهاتف حسب الاتصالات الدكتور قهطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية مرحبا بالضيوف الكرام جميعا خيرا وبدأنا مع دكتور رافع الفلاحي دكتور هذا الفيروس الجائحة الوباء ووباء كورونا الذي يضرب الكرة الأرضية تقريبا يعني كلها كانت له تأثيرات كبيرة في السياسة الاقتصاد وحتى في نمط وشكل العلاقات والتحالفات بين الدول من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب كيف أثرت هذه الجائحة أو هذا الوباء على نمط أو شكل العلاقات الدولية القائمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ ماجد عادة دول العالم كلها تتأثر بالأحداث الكبيرة يعني أي حدث كبير يحصل في المحيط الدولي يؤثر على كل الدول ويؤثر حتى على التحالفات القائمة يعني خذ مثلا حرب العالمية الأولى عندما قامت من عام 1914 إلى عام 1918 كانت هناك تحالفات مجموعة من الدول متحالفة وكان هناك تفكير سائد غير التفكير الذي حصل فيما بعد انتهاء الحرب يعني بعد انتهاء الحرب كثير من المفاهيم كثير من الرؤى كثير من تشكيلات الدول وتوجهاتها قد اختلفت يعني بدأنا نلمس في ذلك الوقت عندما تراجع التاريخ دول قد انشقت وبدأت بعيدة عن الفكر الرئيس مالي دول يعني تؤسس لنفسها نظاما جديدا فيما بعد عرفنا النظام الاشتراكي وهكذا كانت الدول دائما تحالفاتها كانت عصبة الأمم قد شكلت وبعد ذلك شكلت الأمم المتحدة هذه التحالفات وشكل العالم وسياسات العالم وتوجهات تتأثر بالأحداث الكبيرة يعني حتى في إذا ما جئنا إلى كورونا اللي حضرتك أشرت لها حدث مفاجح حدث في العالم ربما غالبية دول العالم ليس ربما لكن بالتأكيد دول العالم كلها لم يكن في خلدها أن تتعرض لمثل هذه الهزة الكبيرة هزة أثرت على الاقتصاد أولاً الإنسان أساساً وأثرت على الاقتصاد أثرت على علاقات الدول على حركة الدول في العالم شاهدنا العالم يبدأ مع انتشار هذا الفيروس الخطير يبدأ ينقسم إلى جزر متباعدة أمريكا تعزل نفسها أوروبا تعزل نفسها داخل المنظومة الأوروبية دول تعزل نفسها عن جارتها الدائمية دول أوروبية أخرى تعزل نفسها وهكذا بالنسبة للعالم كلها دول مفاهيمها في التقارب وفي العلاقات كانت شكل وفيما بعد وجدت نفسها أمام تحدي كبير لم يساعدها فيها أحد بدأت تفكر بنمط آخر يعني خذ مثلاً إيطاليا التي تأسس فيها السوق الأوروبية المشتركة من عام 1951 وال57 أعلن السوق الأوروبية المشتركة اللي هي كانت نواة للاتحاد الأوروبي هذه الدولة وجدت نفسها حتى عندما طلبت المساعدات من الدول الأوروبية معزولة لا أحد يستطيع أن يساعدها فرنسا تطلب من الحلف شمال الأطلسي لمساعدتها لا يستطيع أن يساعدها العالم كله بدأ وكأنه يريد أن ينقى بنفسه ويساعد نفسه الكل تحاول أن تجد لنفسها مخرجاً يخرجها ورغم أنه الكارثة عامة لكن الكل يحاول أن يستفيد من إمكاناته الذاتية لمواجهة هذه الكارثة داخل بلدانهم وداخل ربما يعني مساحات داخل بلدانهم وليس كل البلدان فبالتالي هناك تقارب يعني هذا ما ذهب إلى مقالة في مجلة الفورين أفرز أن الدولة قد تتجه إلى نمط أو السلطات إلى نمط الدولة القومية أو الوطنية هذا اللي يجب المجلولة أو المهمومة الآن الدول بدأت تفكر وشعوب بدأت تفكر أن الاعتماد على النفس واعتماد على ذات جبرتها علي الظروف الآن الآن عندما تطلب مساعدة إيطاليا تطلب مساعدة العالم لا أحد يستطيع أن يساعدها تأتي مجامع من كوبا لمساعدتها تأتي مجامع من الصين ويفطرون في لقطات ربما هي معبرة لكن هي صورة واحدة لكنها معبرة عندما يسحب العلم الأوروبي وارفع العلم الصيني أو العلم الكوبي اللي هو دلالات السياسية هناك شعور داخلي أن هذه الدول بقيت لوحدها وأنها تحتاج إلى وحدتها القومية الخالصة وحدتها الوطنية الخالصة لمواجهة كارثة كانت تعتقد فيما مضى أن هذه المجامع وهذه الاتحادات قادرة أن تساعدها حتى في الأزمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية الآن عندما أقرأ مثلا رئيسة البنك الدولي عندما تتحدث عن رئيسة صندوق النقد الدولي عندما تتحدث عن الكارثة الاقتصادية تقول نحن الآن في مرحلة ركود هذا الفيروس حول ركود والاقتصاد مثلما تعرف أن أصبحا بسياسة عندما يتحول العالم الآن إلى مرحلة الركود ويخشونه من تحول هذه المرحلة إلى المرحلة الأصعب هي الكساد وإذا لم يصلوا إلى الكساد العالم يبدو أن الاقتصاد سينهار والآن الخوف على انهيار الاقتصاد الآن يتحدثون قبل أيام مسبوع من هذا التاريخ يتحدثون عن أن الخسائر لحد الآن 2 تريليون و700 مليار دولار لحد الآن الخسائر التي يمكن تعويضها لكي تقف الدول في المرحلة التي بدأ فيها الفيروس كشركات ودول وهذا مبلغ هائل يعني 2700 مليار دولار لا يستطيع لا صندوق النقل الدولي ولا دول أن توفرها بهذه الطريقة ويطلبون المساعدة من الدول الأخرى هذا كله ولد فكر آخر يعني مثلما شهدنا بعد الحرب العالمية الثانية ظهور الدول الاشتراكية بهذه الشكل سنتحدث دكتور أشكرك على نمط من العلاقات ربما جديد دكتور قحطان الخفاجي من ضمن ما تأثر بهذه الجائحة بيروس كورونا هو العلاقات والتحالفات بين الدول هل يمكن القول أن هذا النظام الدولي الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية وربما تعزز بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 91 في طور التفكك الآن في طور التحلل الآن في طور التلاشي ربما هناك نظام آخر من العلاقات بين الدول يتجاوز ربما المسألة الايدلوجية مسألة ربما الفضاءات الاقتصادية إلى بعد أكثر إنسانية ممكن الحديث؟ حياة كالله أبدا أخي العزيز وحياة القناة وحياة ساتذة الأفاضل للحضور والمشاهدين الكرام إذا ما عدنا حقيقة إلى أسباب الحقيقية إلى الاستفافات الأيدلوجية والعقائدية التي قسمت العالم لو وجدنا في الأساس هذه الأيدلوجيات نبعت في فكر أصحابها من خلال حاجة المجتمع إلى ترتيبة فكرية عقائدية تنظم ذاتها وتنظم علاقاتها مع الآخرين وبالتالي ظهر أحيانا تصارع وظهر تعاون وفق مصالح القوى المؤثرة في ترتيبة المنظومة الفكرية إذن المنظومة الفكرية جاءت نتيجة إلى حاجة بارش كرانا فرض حاجة أكبر من حاجة أجهات الضيقة وبالتالي أنا أضم صوتي إلى صوت من يذهب إلى أن الحدود الفكرية الأيدلوجية ستنتهي نهائيا في الأيام القريبة ولعل مثل ما تفضل زميلي السادة رافع عنه والواقع يقول أن الكورونا دفعت أو انهار بها الحدود الأيدلوجية بين الدول الاشتراكية وأخرى إسمالية وأخرى أردية وأخرى شمولية وأخرى ديمقراطية إذن نعم أقول أنا كمتابع إلى أن طالما الأيدلوجيات تفرضها حالات الحاجة فالحاجة الاجتماعية الآن هو بدافع الاقتصادي أو بدافع الإنساني أو بدافع الصحي أو بأي دافع تشجب عملية توافق بتعاون دولي يتقطع الحجود الضيقة لذلك أرى أتوقع أن الأمور كذا بهذا الاتجاه قال دينا هنا مسألة أساسية أنه من الذي سوف يكون حظا أو بر في هكذا علاقات توقع تلك الدول التي كانت إلى حد معين تشفع بالجانب الإنساني أقل تعطي نوع من التوافقية ما بين مصالح الأمانية ومصالح الآخرين تكون صاحبة أضوة أكبر تلك الدول التي كانت إلى حد معين أنانية في تصرف المسلولية والحالة إذا ما لاحظنا أن إيطاليا على سبيل ثالث لن تكون بالفترة الأخيرة لا تلاقات فيها بتقاطع مع أفراد طولية أخرى لذلك نرى التسارع الزولي نحو إيطاليا كانت كبيرا نسبيا وإن كانت في جانبه إنساني فأعتبر هي التي تأذت أكثر لك كضعطة أيتولوجي أن الدول التي كانت أيتولوجيتها إن كانت بها مع أطراف الدولية تحضأ أصداقية لذلك نتوقع أن في كوريا النصطين أن الدول الأخرى تكون لها فاعلية أكثر لما تتوقع من الروح إنسانية وقدرة تطبيع على التعاون إذن نعم تتعود الخنادق إلى حالة أخرى وترتب بعيدا عن الضابط الحقائدية الفكرية للضبط الإنسانية ولعنها هذا أهم ترسل تنطب من جائحة كورونا والإنسان في خلق الشكول نعم إن شاء الله بس نحاول نضبط الصوت مع دكتور قحطان الخفاجي دكتور ثامر العلواني في عمان إذا هذه التحولات في العلاقات ورمط التحالفات التي تتغير بعد فيروس كورونا العراق وواحد من الدول تضررا علاقة في الشرق الأوسط بهذه الجائحة وين كانت هناك الأرقام الحقيقة الرسمية ليست محل ثقة في العراق أين يقف من هذه التحولات العراق من هذه العلاقات نمط العلاقات نمط التحولات أين يقف في رأيي طبعا التحالفات الدولية ستتغير جزائيا بعد جائحة كورونا في العالم إلا في حالة عجز أمريكا عن الخروج من الأزمة بأقل خسار لكن في العراق طبعا لن يتغير شيئا في ظل العملية السياسية الراهنة في وجود أحزاب تبع لإيران وأقصد هنا العلاقات الإيرانية مع الحكومة العراقية في حال استمرارها لأنه العلاقات لا تخضع إلى المنطق ولا تخضع إلى العقل ولا إلى الواقع وإنما تخضع للولاءات فولاء الحكومة الحالية وأحزاب السلطة والميليشيات ولاها لإيران طبعا هذا ليس تحليل وإنما هو الواقع والمعلومات والشواهد والأدلة كلها لا تخفى على أحد وإذا سألت الآن طفل من أطفال العراق سيقول لك حكومتنا تبع إيران كلهم إيرانيون لذلك يسمونهم بمصطلح الزيون وقد فضحت المظاهرات الأخيرة بالشكل كبير جدا مع التحالفات والتباعية الحزبية والحكومية لإيران وغالبا ما تبنى التحالفات وتتكون على أساس المصلحة والرؤية المشتركة بين البلدين لإخضاء الأمن وحماية البلد من الخطر أو التقدم في الصناعات أو التطبيق السياسة الداخلية والخارجية أو لأمور عسكرية المهم تكون تحالفات تبنى على أساس المصلحة للبلدين ولا شك أن هذه التحالفات تكون المصلحة الأكثر هي للأقوى في الغالب على طرف الأبعاق لكن في حالة العراق وهي غريبة جدا والحقيقة أنا لا أسميها تحالفا أبدا لأن لا يطلق على العلاقات الإيرانية العراقية اسم التحالف وإنما الصفة الحقيقية هو نحن في احتلال إيراني للعراق عبر أدوات إيرانية هي من رأت هذه الأحزاب هي من رأت هذه العناصر المتسلطة على رقاب العراقيين هذه بعض العناصر كانت تقاتل مع إيران ضد الشعب العراقي في الحرب العراقية الإيرانية هذا يعني أن من يحكم العراق هم إيران عبر أدواتها ورجالها فلا يصح أن نسميها تحالفا إلا من باب التجول وخلينا نسير باتجاه التجول اللي هو التحالف يعني نسميه تحالف فإذا كان تحالفا فما هي المصلحة من هذا التحالف من دولة محاصرة اقتصادها منهار النقمة الشعبية داخل إيران كبيرة جدا ضد سياسات حكومة الملالي هذه كلها تحتاج إلى بيان واضح ما هو الدائي لأن يكون هناك تحالف مع إيران الحقيقة أن العراق خاسر بهذا التحالف لأنه يعطي ولا يأخذ لأنه يسير وفق توجيهات إيرانية توجيهات تضر بالعراق ومصالح العراق وهذا واضح جدا والشعب العراقي يعاني معاناة كبيرة إيران في تحالف مع العراق هي المستفيد الأول لأنه يستطيع تحالف أقول لك أسمعني دكتور خليني أن أقول لك وجهة نظر الأحزاب والقوى التي تدفع باتجاه التحالف أو ربط العراق بقضية إيران يضربون مثلا أن العراق عندما تعرض لهجوم داعش في عام 2014 أنه ليس هناك من دولة قدمت مساعدة مفتوحة وخاصة عسكرية إلا إيران ولذلك هم لا يثقون بأي دولة أخرى لا في الإقليم ولا دولة أخرى كأمريكا وغيرها إلا في إيران هي التي هرعت لنجدتهم دائما هذا المثل حاضر هذا المثل في جزء حقيقي وفي جزء غائف أو يغيبونه الحق لولا التدخل الأفريكي لم استطاع دائرات ولا حتى الحكومة وميليشياتها وأحزابها أن يسيطروا على فتين ويطردوا تنصيم الدولة داعش أبدا والدلاء الكثيرة أنه في معركة تكريد لم يستطع لا قاسم سليماني بالحرص الثوري لإيران ولا قسله من أن يتقدم خطوة أمام في منطقة تكريد لو لا التدخل الأمريكي لهو الجو فإذا لو كان من باب باب التحالف الحقيقي فالتحالف مع أمريكا لو سلمنا طبعا نقر أن هناك احتلال أمريكي إيران لكن أمريكا قدمت للحكومة والأحزاب السلطة أكثر من ما قدمته إيران إيران ليست لمصطحة العراق وإنما لبسط نفوذها التام ولذلك استفادت إيران من هذا التدخل العسكري بأن جعلت سلطة الميليشيات تبصد سيطرتها الكاملة على الأراضي العراقية طبعا ليس فقط بجهود إيران وإنما برغفة أمريكية أراضي الثاني ماذا جن العراقين من هذا التحالف؟ إذا قسنا الواقع على الأرض جنى الدمات والقراب جائحة كورونا هذه التي يعاني منها العراق هي أبرز ما قدمته إيران للشعب العراق نشر الوباء في العراق لو لا إيران لما انتشر الوباء في العراق إذن الخاسر الحقيقي من هذا التحالف هو العراق وليس إيران لأن كل أموال العراق تذهب إلى إيران أشكرك إذن مشاهدين كرام نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش والبحث مع ضيوفنا في طاولة حوار الدكتور رافع الفلاحي ودكتور ثام العلواني ودكتور قحطان الخفاجي بعد الفاصل نعود ابقوا معنا اشتركوا في القناة اهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار والتي تبحث في نمط العلاقات والتحولات في التحالفات الدولية من جراء جائحة فيروس كورونا ضيوف الطاولة الدكتور رافع الفلاحي ودكتور ثام العلواني ودكتور قحطان الخفاجي دكتور في مقال مجلة الفورين أفرز الأمريكية وهو طبعا استطلاع لعدد من الكتاب والباحثين السياسيين والاستراتيجين تحدثوا أنه في المرحلة القادمة بعد انجلاء فيروس كورونا الدولة تتجه إلى نمط من الدولة القومية بمعنى أن مصلحتها الوطنية أو القومية لها الأولوية هي المقدمة عن ما سواها يتحدث عن دول في فضاءات اقتصادية أو عسكرية كالاتحاد الأوروبي في الناتو وما سواها هذه المصلحة القومية هي التي ستكون المحراب أو البوصلة لهذه الدول هذا الأمر ينطبخ في منطقتنا في العراق مثلا أستاذ ماجد بغض النظر عن كل حتى في أوقات المحن أنت ربما هناك تنافس بين الدول لتقديم شيء ربما يخدمهم في المستقبل يعني الآن الحديث يجري أن الصين تسبق الآخرين خطوة لأنها تقدم مجامع طبية وتقدم أجهزة طبية هنا وهناك في العالم لذلك هي لديها ربما الحديث عن النصين هي صاحبة هذه التجربة أول من بدأ بها هذا الفيروس وصاحبة التجربة الأعمق والأكثر يعني درامية مثل ما يقال في بداية في بداية كورونا هي بدأ عدها فلذلك تجربتها ربما استنسخت في العالم بطريقة وبأخرى لكن بعد أن تنتهي هذه يعني يتم القضاء على هذا الفيروس هل ستبقى النظرة للصين بهذا الشكل أم سيذهبون إلى وضع الصين في قفص الاتهام لأنها هي من كانت في بداية في بداية الأزمة لم تصرح عن هذا الفيروس الذي موجود لديها هذا الناحية الناحية الأخرى أن العالم كله الآن إجابة على سؤال حضرتك العالم كله الآن ينظر ربما باندهاش أو باستغراب يعني الآن تنظر أنت في أفريقيا الأفارقة ينظرون إلى الدول التي وحتى في آسيا وفي كل الدول التي تسمى نامية الكل ينظرون إلى الدول المتقدمة الأوروبية وأمريكا على أنها دول متقدمة تكنولوجيا وعلميا وإذا بها دول ضعيفة أمام هذا الفيروس مع كل قوى العسكرية والاقتصادية بدت دول منهارة إيطاليا منهارة تعود مرة أخرى وهي يعني كل دول أوروبا وكل دول العالم كانت تتهم الدول الأخرى بأنها في قضية حقوق الإنسان وتتحدث عن حقوق الإنسان ورعاية الإنسان من المهد إلى اللحظ وهكذا لكن نلاحظ مثلا في أوروبا في بريطانيا وفي إيطاليا مع تفشي هذا الفيروس بدأوا يتحدثون عن العودة للأساسيات التي كانوا يستخدمونها في الحرب العالمية الأولى والثانية والتي هي التضحية بالكبير قانون حرب نعم هذه كانت في الحرب يعني عادوا إلى السياقات التي اتبعوها في الحرب العالمية في الحروب عندما يأتي عشرة مرضى هو الطبيب من حق أن يختار الذي يعتقد أنه الأصلح للمستقبل يختار المستقبل فيضحي بتسعة منهم ويضحي عادة بالأعمار الكبيرة لذلك بدأ الحديث عن التضحية بالأعمار الكبيرة منهم فوق الخمسة وستين وهكذا كانوا يتحدثون عنها وكأن هؤلاء الناس سبه وكأنه مرض كان وتريد أوروبا وتريد العالم أن يتخلص منه عكس الدول التي فيها علاقات اجتماعية علاقات إنسانية علاقات دينية متميزة لم تقبل بهذا الاسلوب وكانت مخشوشة ربما شعوبها بهذه الهالة من الحديث عن الحقوق الإنسان وإضافة إلى هذا التكنولوجيا التي كنا نراها وهذه الجيوش التي كانت كل دول الدنيا تراها ترى في دول تمتلك قوة لا يستهام بها ولا يمكن قهرها وإذا بفايروس يقهرها بهذا الشكل وإذا بتفكيرها قاصر حتى عن مواجهة الأزمات الكبيرة يعني خذ مثلا الولايات المتحدة الأمريكية ظهر أن لديها 24 ألف سرير للطوارئ هذه الدولة العظيمة لم تستطع استهانت بهذه القضية وهكذا بالنسبة لألمانيا تتفاخر بأن لديها 25 ألف سرير بينما دول كثيرة مثل تركيا مثلا لديها 100 ألف سرير كثير من الدول ظهرت أقوى وقدرة على مواجهة الأزمات بأكثر تدابير وأكثر قدرة على احتوائها والتصرف معها وإذا بدول كثيرة يعني الآن إيطاليا أشبه بالمنهارة سلمت وبلجيكا وغيرها ودول كثيرة أوروبية لا تستطيع الآن سويسرا وغيرها والسويد دول الآن يعصف بها هذا الفايروس وغير قادرين والمستشفيات غير قادرة أن تلبي حاجة رغم أن مستوى الطيب والتمريض كان بمستوى عالي مثل ما نعرف لكن ظهر أن كل قياساتهم بعد الحرب العالمية الأولى كانوا يعتقدون أن دولهم لن تواجه أزمة كبيرة صحية أو اقتصادية ربما تعصف بهم وتضحهم في هذا الحال وإذا بكل مخططاتهم كل سياقاتهم هذه اللي اعتمدوا عليها قد سقطت مرة واحدة هذا يعودنا إلى مرة أخرى إن الإنسان والدول بدأت تفكر بقوميته بوحدتها الخاصة كيف تحصن نفسها وأنا أعتقد أن هذا الفكرة التي سيسود في المرحلة اللاحقة عندما ينتهي هذا الفايروس عندما يتم القضاء عليه الدول ستبحث عن قواها القومية قواها الوطنية لكي تحصن نفسها بدون الاعتماد على الآخر أو تقليل نسبة الاعتماد على الخارج بنسبة كبيرة جدا جدا لأن البقاء اعتماد على الخارج يؤدي بها إلى الهلاك وهذه الدول ليس لها يعني وازع أخلاقي وديني وتحالفات ممكن أن تستدعي مساعدة الآخرين هي تريد أن تساعد نفسها فقط وهذه الأنانية الكبيرة ظهرت الآن على الساحة بشكل واضح نعم دكتور قحطان الخفاجي يجري الحديث الآن بعد الفايروس كورونا أنه هذه التغيرات في العلاقات الدولية والتحالفات التي كانت ساعدة بالاعتماد على عقائد سياسية ايدلوجيات تكتلات اقتصادية فضاءات اقتصادية وما إلى ذلك وحديث آخر عن أن الدول ستتجه إلى النزع القومية يعني ترى مصلحتها الوطنية أو القومية أولا يعني نوع من الأنانية السياسية إذا صح التعبير يعني هذا التناقض مرة أن الدولة ستكون قومية ومرة ستكون هناك تحالفات عابرة للأيدلوجيات والفضاءات إلى ركائز إلى علاقات ركيزتها الأساسية البعد الإنساني بعد هذا الوباء أو الكارثة التي ضربت البشرية كلها آخر ما تفضلت به جنابك البعد الإنساني هو التي يكون السيصة المشكلة عيد أخي العديد في راعتنا كاستراتيجين إلى دور الأيدلوجية والتكونات السياسية السابقة والعسكرية سابقا كانت السيصة الإيدلوجية حالة تفضل ذاتها برؤية جمعية وليس قومية ذاتية بمعنى أن فكر الرئيس مالي برمته هو الذي ينظر الرؤية الاستراتيجية للرؤية الرئيس مالية وليس بطورة حصرا ما يحتاجه طرف تلك الدول بمعنى أن بعض أطراف الرئيس ماليين ينتمون إلى النظام الرئيس مالي استجابة إلى ضغوطات خارجية أكثر من حاجة داخلية كذلك هو الحال بالنسبة للجنب الشبعي الذي نراها الآن ونتوقعه كالحليل التراتيجيين في هذا الصدد أن الجنب الإنساني هو الذي سوف يضغع عمله بمعنى أن الحالة الجمعية التي نراها ستكون طاعلة لا تظهر من خلال فقط لآثار الجي على الدول هذا ما تملا من رؤية تكاملية ما بين حاجة الجميع للكل الجزء وحاجة الجوء للكل وصورة تقريبية ذلك أن إيطالي عيسى المثال تحتاج إلى أطراف دولية أخرى غير ذات الاستخدام الايدولوجي الذي كان تقتنعه والانتفاع الايدولوجي الإنساني يدى خلف الشرطي الشبعي ذهب إلى الجانب البغربي في صيحة واضحة أسرع من أطراف الدولية الأخرى إذن التيصة بذلك هو الحسن الإنساني لدى الترتيب الأجولوجي القادمة أي معنى أن هناك ستكون تنادق عابرة للطيقة للرؤى الطيقة ولكن لن يكون ضرورة الحالة القادمة هي هذه الجنة على الداخل تتكامل بين الداخل والقارس وبالتالي يتوقع أن العارف سيطاب إلى على أكثر كادية المسك والتكات والتكامل وليس الانتماء أو الاعتمادية على الآخرين لبناء الذات نعم أو نقرأ الفيصل في الآت من العلاقات الإقليمية الدولية وفي المنظور الأدل مشكلة الصوت يصنى يعني مو مضبوط ممكن نكمل مشاركة دكتور قحطان خفاجي عن طريق التليفون إذا كان الصوت يصنى بشكل أفضل دكتور ثامر العلواني في عمان إلى أي حد كشفت هذه الجائحة فيروس كورونا هشاشة التحالف بين القوى الطائفية والميليشيات مع دولة مثل إيران خائرة اقتصاديا وطبيا وطبعا هناك تقرير لخبراء أوبيا إيرانيين يتحدثون طبعا وربما الآن هذا وقع أنه إذا ما انتشر البايروس في إيران بشكل وبائي أوسع فإن السلطات في إيران لن تتمكن من التصدي له إلا بمساعدة دولية خارجية إيران يفتك بها الكورونا وهي التي تحتاج مساعدة فكيف هؤلاء ترنوا أبصارهم إلى إيران لأن تقف معهم في هذا الوباء الكبير بداية إيران الآن الوباء منتشر فيها لكن المشكلة الحقيقية أن الأرقام كما صرحت بعض الدول إيران تخفي الأرقام الحقيقية فيما يتعلق بإصابات فيروس كورونا وتخفي أعداد القتلى اليوميا يعني تقريبا ما يقارب 130 إلى 140 شخص يموت في إيران إذا أردنا أن نعرف مدى هشاشة هذا الأمر ولماذا؟ يعني الأولا نبحث ما هي الأسباب التي جعلت هذا التحالف ولأنا في رأيه هو احتلال أسباب التحالف هو وجود أحزاب موالية لإيران تعلن ذلك صراحة وجهارا نهارا وجود ميليشيات خاضعة للأوامر الإيرانية مباشرة ولا تخضع لأي سلطة في العراق مع أن السلطة هي بالأصل خاضعة لإيران الحكومة خاضعة لإيران لكن إيران تستخدم ميليشيات وتستخدم حكومة كل جهة هي تابعة وموالية لكن هذه الصورة تظهر مدى النفوذ الإيران في العراق التي قلت عنها احتلال وليس تحالف إيران تعتبر العراق فقرة حلوب تدر لها الدولارات وتكثر الحصار البفروض عليها أمر آخر إيران استخدمت أموال العراق لتموين الجماعات الإرهابية التابعة لها ولقيادتها والتوجيه إيراني والأموال تدفع حكومات العراق الموالي لإيران بالأصل وهذا يبين الرابح الأكبر من هذا التحالف وإيران طبعا الشعب العراقي لا يملك أدنى مقومات البنى التحتية كهرباء مفقودة مع أنه يشتري من إيران بمليارات الدولارات اسم كهرباء موجود أما الواقع لا يوجد كهرباء في العراق الماء غير صالح بالترب القطاع الصحي سيء ومتدني إلى درجة لا يمكن أن يتخيلها عاق في العراق أموال الأموال التي تصرف وتصرف في هذا المجال جماعة مقتدى الصدر مسؤولين على وزارة الصحة وزارة الصحة والقطاع الصحي كل أقوال تذهب إلى جماعة مقتدى الصدر وسائرون لأنها وفق المحافظة هذه حصة مقتدى الصدر فكل الأموال تأخذ لهذه الجماعة والميليشيات ولا يصرف منها على القطاع الصحي أبد التعليم في آخر مراتب الترتيب العالمي إذن نحن أمام كارثة إنسانية في العراق إذا ما تمر النفوذ الإيراني أو ما يسمى بالتحال نعم أشكراك دكتور رافع الفلاحي في هذا الوباء حتى الدول التي هي ضمن تكتلات سياسية أو عسكرية أو اقتصادية دول اتحاد الأوروبي مثلا عندما وجدت هذه الدول نفسها لا يمكن أن تقدم يد المساعدة إلى حلفائها في هذا التنظيم في هذا التكتل سارعت لنجد الشعبها وحياة شعبها أولا ومصلحتهم أولا لأنه ليس لديهم فاض حتى يذهبوا به إلى بقية الدول إلا في العراق الإيران كانت بؤرة رئيسية لهذا الوباء في الشرق الأوسط الحدود بقيت مفتوحة الرحلات الجوية بقيت تذهب وتجي من إيران لذلك هذا واحد بل هو هذا العامل الرئيس الذي أدى إلى تفشي الوباء كورونا وخاصة في بغداد وجنوب العراق بالذات يعني حتى في هذه الأزمة في هذه الطامة الكبرى يبدو أن لا مصلحة قومية المصلحة القومية الموجودين في السلطة ليست هي البوصلة نعم أستاذ ماجد لأنه بصراحة يبدو أن نحدد الموضوع بشكل منطقي وحقيقي كل حكومات الدنيا التي حضرتك تحدثت عنها التي تجهت لشعوبها لديها أولويات نعم في أجندة هذه الحكومات أولويات وأول أولويات هي شعوبها لكن هذه بنسب معينة وثاني الأولويات وثالث ورابع وكل هذه الأولوية من هذه النقاط لديها نسب معينة عندما وجدت أنه هي في مواجهة مع حالة طارئة حالة كبيرة حالة مرعبة غيرت كل الأولويات كل دول الدنيا غيرت أولوياتها بدأت تركز كل هذه الدول بدأت تزيد نسبة أولويات التي هي شعبها وضعت النسبة الأكبر ربما 90% 95% لشعبها وربما 100% لشعبها وضعته نحن في العراق هذه الحكومات من عام 2003 لحد الآن ليس في أجندتها أولوية تسمى الشعب العراقي ليس هناك بند خاص للشعب العراقي لا تراعي الشعب العراقي لو كانت تراعي الشعب العراقي بنسبة 1% لما كنا قد شاهدنا العراق بهذا السوق من 17 سنة يعني 17 سنة من الدمار والقراب يوم أسوأ من يوم فلذلك أولوياتها هي إيران أولوياتها هي الانتماءات الخارجية أولوياتها هي هذه الأديولوجية التي يؤمنون بها هذا الفكر الميليشياء والعصابات التي تؤمن به هذا الكسب غير المشروع هذا المنهاج أو المشروع لضعاف العراق وتدمير العراق هذه أولوياتها فلذلك أولوياتها أن تبقى إيران من قادة لإيران 1200 كم بينك وبين إيران على الحدود مفتوحة على بؤرة ومنظمة الصحة العالمية من أكثر من أربعة أسابيع قالت هناك ثلاثة بؤرة رئيسية لهذا الوبع البؤرة في أوروبا هي اسمها إيطاليا والبؤرة الرئيسية في الصين وبؤرة في آسيا هي أيضاً إيران وإيران على حدودنا وإيران ترتبط معها بعلاقات وثيقة اقتصادية وسياسية وكل شيء مع هذه الميليشيات وإيام خدم ذلك بقيت هذه الحدود وهذه الحدود فيها بوابات فيها نقاط حدودية فيها نقاط تدخل منها البضايع هذه كلها بيد الميليشيات التابعة لإيران وهذه النقاط الحدودية تدر على هذه الميليشيات وتدر على إيران لأن هذه الميليشيات الآن على عكس التصور أن إيران تمول هذه الميليشيات بالعكس هذه الميليشيات هي من تمول إيران هذه الميليشيات تدخل من بوابات السلاح والدواء والمخدرات وكل البضايع الإيرانية وبالتالي هي بوابات لتمويل إيران ذلك لم تقبل بقفل هذه البوابات انتماءاً لإيران لأنه لم تأتي أوامر من إيران رغم أن إيران وبالمنطق رغم أن إيران تنهار وبالمنطق أنه الذين ينتمون ربما حتى بالبرغماتية بالانتهازية ينتمون إلى طرف قوي الآن إيران ليست طرفاً قوياً يعني ربما كانت قبل شهرين ثلاثة قبل سنة طرفاً قوياً ومؤثرة الآن مو طرف قوي ظهرت أولاً خوائها بعد ضربة سليمانية وشهدنا كيف إيران سياسياً وعسكرياً قد حلت بها عاصفة كبيرة تعرف رأسها من تتخبط متخبطة وجاءت كورونا لتقضي على هذا الآن إيران منخورة وهي أساساً باقتصاد منهار الاقتصاد الإيراني منهار والعملة منهارة العلاقات الاجتماعية منهارة لديها مشاكل اجتماعية ولديها مشاكل سياسية وتظاهرات خرجت عليها دولة منهارة في طريقها إلى الانهيار والسقوط والآن تتوسل بالعالم لنجدتها كيف يمكن لقوى تريد أن تحكم أن تحتمد على طرف ضعيف وتراهن عليها وتراهن عليها هذه المصيبة والشعب العراقي كله ضد هذه التوجهات بالعكس الآن صار أكثر حرصاً على التخلص من هذه الحالة نعم دكتور قحطان خفاجي بعد هذا العجز أو الانكفاء الذي على الأقل يعني طبع العلاقات أو السلوكيات في دول الاتحاد الأوروبي مثلاً وحتى يعني أمريكا كانت هناك مسارعة من الصين لنجدة أو مساعدة الدول المتضررة بهذا الفيروس كما ساعدت إيطاليا ساعدت سربيا روسيا أيضاً كانت قدمت مساعدات إلى إيطاليا وكوبا وغيرها هل يمكن الحديث أنه بعد انجلاء فيروس كورونا أن ربما القيادة الريادة قد تنتقل من الغرب إلى الشرق الصين مثلاً مؤهلة هل لأنها قامت بهذا يعني بهذه المساعدات أو بهذا السلوك الأخلاقي نوعاً ما يؤهلها لأن تكون رائدة قائدة للعالم في المستقبل هذه التجربة ليش فقط نأخذها من جانب المساعدة لقدمتها أي صفين للعالم بل بالسيشية التي تنبه تعامل الصين مع هذا الفيروس أولاً أظهرت الصين إدارة عالية لإدارة مجتمع نعم أظهر المجتمع الصيني مجتمع منضبط رغم أنه يعد من الجشك العام كعموم من الناس من المجتمعات العالم الثالث أو العالم غير المتطور كأوروبا أقل تقدير الشيء الآخر قدرة الرجال إدارة الصينية على إنهاء هذا المرض بفترة زمنية قصيرة مقارنة إذا معرفنا أنه المرض قد فاجأها وظهرها مباشرة وأزى الكثير أو أصحاب العديد ليس كالبقية الدول التي علمت بهناك المرض وأن المرض بدأ يتقدم باتجاه الدول ولا بد أن تأخذ حسابات إذن الصين أعطت نموذج رائع لإدارة أهدمة الرقم واحد أثنين أعطاء الصين للجانب الإنساني بشكل عام يعطي رسالة حقيقية إلى الصين أنها دولة ليست من التي تفكر برؤية أنانية على حساب الشعوب بقدر ما تؤمن بمد علاقات إيجابية مع الصين الشيء الثالث أن هذه الدولة تجاوزت بعض التقاطعات مع هذا المستمع الغربي حيال بعض القضايا الصينية العالقة أو موضوع سلبحث أو الخصام أو الشكالات إذن حدث الصين أكثر من دالة على ذلك ذلك أتوقع الفرس العادي في أي دولة بدأ ينظر إلى الصين أنها دولة تستحق أن تؤطى لها مهام إدارة المجتمع الدول هذا حالة حالة أخرى أن في تطور المتوارضة أن عملية إعادة المواقف غير الودية تجاه الصين من قبل دول أخرى بعينها كأمريكا ستلاقي صعوبة ذاتية في تمرير هكذا سلوك هذا المعنى أن حجم العداء الخارجي إلى الصين سيتراجع إذن ما تابعنا النقطتين الأساسيتين هو دالة الفاعلية الصينية بدأة أثمات دولية بهذا الحجم يقابل تراجع في احتمالية التقاطع الدولي لأي سبب كان مع إدارة الصينية على حراسيها الدولي سيجعل نقول أن الصين ستتبوأ مركز متقدم في دولة المجتمع الدولي هذا على ماذا يتوقع في تصور متواضع على حجم الخسارة المادية التي عقبت الجائحة شكرا دكتور قحطان الخفاجي معرف الاتصال انقطع على كل لم يتبقى لنا في اختام هذه الحلقة التي انتهت طبعا إلا نشكر ضيوفنا وهم كلهم من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي والدكتور تامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان وكذلك نشكر الدكتور قحطان الخفاجي أستاذ العلوم السياسية وأشكركم مشاهدين الكرام وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في العلوم في العلوم في العلوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر